اشتركوا في القناة التي يجب اتباعها لتجنب هذه المشكلة سنناقش هذه المسألة بشكل شامل في هذا الفيديو وسنقدم لكم بعض الحلول الفعالة للحفاظ على درجة حرارة المحرك في المستوى المناسب لتتمكنوا من الاستمتاع برحلاتكم على الدراجات النارية بأقصى درجات الأمان والراحة لذلك قبل كل شيء أرجو أن تضغطوا على الزر الأعجاب ولا تنسوا إكمال الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا الاستمتاع بالمزيد من المعلومات المفيدة والنصائح القيمة فقد استمروا في متابعة الفيديو ستحصلون على كل ما تحتاجون تعد درجة حرارة المحرك في الدراجات النارية من العوامل الرئيسية التي تؤثر على آدائها وعمر استخدامها وقد يحدث ارتفاع في درجة حرارة المحرك فوق المستوى الطبيعي بسبب عدة أسباب من أهم الأسباب التي تزيد من مستوى الحرارة عندما يتعرض المحرك لنقص في تدفق الهواء في الدراجات النارية ذات التبريد الهوائي ويؤدي هذا إلى زيادة درجة الحرارة بسبب عدم تمكن المحرك من التبريد بشكل جيد أيضا إذا كانت كمية الزيت الموجودة في المحرك غير كافية فسوف يؤدي هذا إلى زيادة درجة حرارة المحرك حيث أن الزيت يعمل على تبريد المحرك وتقليل الاحتكاك بين أجزائه المتحرك عدم سيانة المحرك بشكل منتظم وعدم تغيير الزيت بانتظام يمكن أن يؤدي إلى تراكم الشوائب والرواسب داخل المحرك وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة درجة حرارته في الأيام الحارة عندما يكون من الصعب على المحرك تبريد نفسه بشكل كافي وبالتالي يرتفع مستوى درجة حرارته إذا تم استخدام الدراجة النارية لفترات زمانية طويلة دون السماح للمحرك بالتبريد الكافي فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته إذا كان هناك عيوب في نظام التبريد مثل تسرب الماء أو عدم عمل المروحة بشكل صحيح سيؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك يساعد الماء على تبريد المحرك في الدراجات النارية ذات التبريد المائي وإذا تعطلت مضخة الماء فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تدفق المياه مما يسبب تراكم الحرارة داخل المحرك تقوم مروحة التبريد في الدراجات النارية ذات التبريد الهوائي بتبريد المحرك من خلال تدفق الهواء عليه وإذا تعطلت هذه المروحة فإن المحرك سيتعرض لارتفاع درجة الحرارة إذا كان هناك عطل في نظام الإشعال قد يتعرض المحرك لارتفاع في درجة حرارته فوق المستوى الطبيعي ويعتمد الإشعال على توقيت حرق الوقود والهواء في المحرك ويتم التحكم فيه من خلال ملف الشحن المستشعر والبوبين إذا كان هناك خلل في أحدى هذه الأجزاء فقد يؤدي ذلك إلى عدم حرق الوقود بشكل صحيح مما يؤدي إلى تراكم الحرارة في المحرك وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في درجة حرارة المحرك وتلف الأجزاء الحساسة فيه إذا كانت هناك مشكلة في شماعات الإشتعال قد يؤدي ذلك إلى عدم احتراق الوقود بشكل كامل داخل الاستوانات ويزيد ذلك من احتمالية تراكم الرواسط داخل المحرك مما يؤثر على تدفق الهواء والوقود ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع درجة الحرارة هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتجنب مشكلة ارتفاع درجة حرارة الدراجات النارية وهي التأكد من نظافة مكونات المحرك وتغيير الزيوت بانتظام حيث أن تراكم الأوساخ والشوائب على المكونات الداخلية للمحرك تعمل على زيادة مقاومة تدفق الزيت وبالتالي زيادة الاحتكاك وزيادة درجة حرارة المحرك التأكد من توازن الكمية الصحيحة من الوقود والهواء المدخل إلى المحرك حيث أن توازن غير صحيح يؤدي إلى حرك خير كامل للوقود وبالتالي زيادة درجة حرارة المحرك تغيير فيلتر الهواء بانتظام حيث يتراكم الغبار والأوساخ على الفيلتر ويعمل على زيادة مقاومة تدفق الهواء وبالتالي زيادة درجة حرارة المحرك التأكد من عدم وجود تسريبات في نظام التبريد وتعبئة السائل التبريد بانتظام حيث تؤدي التسريبات إلى نقص في كمية السائل التبريد وبالتالي زيادة درجة حرارة المحرك التأكد من عدم وجود انسدادات في الأنابيب أو الرادياتور الخاص بنظام التبريد حيث تؤدي الانسدادات إلى تدفق كافي للسائل التبريد وبالتالي زيادة درجة حرارة المحرك عدم استخدام الدراجة النارية في درجات الحرارة العالية حيث أن درجة الحرارة العالية تزيد من درجة حرارة المحرك وتؤثر على أدائه وعمره الافتراضي استخدام زيود ذات نوعية جيدة وتتحمل درجات الحرارة العالية حيث تؤثر نوعية الزيت المستخدمة على درجة حرارة المحرك وعمره الافتراضي وبهذا نكون قد انتهينا من شرح موضوع ارتفاع درجات الحرارة في الدرجات النارية إذا كان الفيديو قد أعجبكم وأفادكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة والمفيدة ولا تنسوا ولا تترددوا في كتابة تعليقاتكم وأفكاركم حول هذا الموضوع كما نشكر دعمكم المستمر لنا ولقناتنا وإذا كان بإمكانكم دعمنا بشكل مالي فلا تترددوا في الضغط على الزر الشكرا الموجود أسفل الفيديو حيث يمكنكم تقديم الدعم المادي لنا شكرا لكم مرة أخرى ونتطلع للقاء بكم في فيديوهاتنا المقبلة